العنف ضد المرأة بشكل عام على مستوى العالم للأسف في تزايد ويمكن إيران من الدول اللي العنف ضد النساء تحديداً في تزايد مستمر فبالتالي أنا شايفة إن الحراك النسوي سواء في إيران أو في الدول الأخرى يمكن الحادثة اللي قبل دي كان فيه حراك نسوي عالمي بالنسبة للقضية دي أعتقد ثمان إن لازم يبقى فيه حراك نسوي دولي على مستوى دولي طبعاً ولكن هيبدأ من إيران أعتقد إن النسويات الإيرانيات هما ليهم قوة كبيرة داخل المجتمع الإيراني بالرغم من طبعاً الضغوط اللي هما بيوجهوها ولكن هما صوتهم بيقدروا يوصلوا أو يوصلوا صوتهم بشكل كبير جداً للعالم فأعتقد إن هيبقى فيه حراك نسوي عالمي ضاغب سواء على الحكومة الإيرانية أو على الحكومات العربية كمان لأن كتير من النساء في الوطن العربي بتعرضوا للعنف بشكل مستمر وبشكل يومي يمكن إحنا تحديداً في مصر تقريباً كل يوم ممكن تموت ثلاث ستات اتقتلوا على إيد سواء بقى شاركهم الزوج أو الخطبها أو أبوها أو أخوها فبالتالي العنف موجود على مستوى العالم كله وتحديداً في الدول العربية وممكن إيران من الدول اللي العنف ضد المرأة فيها في التزايد بسبب الثقافة المجتمعية الضاغطة والرافضة لتحرر النساء خاصة فكرة الحجاب والضغط على النساء في ارتداء الحجاب أولاً محتاجين مساندة يعني مهم إن يبقى فيه مساندة من النساء على مستوى العالم كله وتحديداً كمان على المستوى العربي ويمكن ده كان حاصل الفترة اللي فاتت ولكن يمكن مفيش دعم عالمي لأضايا المرأة داخل إيران بسبب السياسات الإيرانية يعني قد إيه هم دولة ضاغطة ومعنفة للنساء فبالتالي مفيش أي يمكن دعم أو مساندة بشكل عالمي يمكن الدعم والمساندة بتيجي من الدول العربية أكتر لأنها دولة إسلامية فبالتالي الدول العربية أو النسويات العربيات بيبقوا داعمين أكتر للنسويات اللي موجودين في إيران ويمكن يكون فيه سهولة في التواصل ما بين النسويات الإيرانيات مع النسويات العربيات فأنا شايفة إن الضغط المفترض إن يبقى فيه ضغط بشكل أكبر إذا النسويات الإيرانيات محتاجين وأعتقد هم أكيد محتاجين دعم ومساندة عالمية فبالتالي محتاجين أكتر هم يصلطوا الضوء أكتر على كمية الانتهكات اللي بتعرض لها النساء في إيران عشان يبقى فيه دعم على مستوى أكبر على مستوى عالمي عشان يبقى كمان فيه ضغط على الحكومة الإيرانية من خلال تخفيف مثلا الإشكاليات اللي موجودة أو الانتهاكات اللي بتعاني منها النساء الإيرانيات خاصة يمكن هي أكبر مشكلة بتعاني منها النساء الإيرانيات هي فكرة العنف ضدها فيما يخص ارتداء الحجاب ويمكن دي قضية شوية مسكوط عنها خارجياً أو في الدول العالمية والأجنبية فبالتالي إحنا محتاجين يبقى فيه دعم بشكل أكبر ويبقى فيه مساندة بشكل أكبر سواء على مستوى الدول العربية أو النسويات اللي موجودين على المستوى العالمي إحنا يمكن الفترة اللي فاتت كانت فيه حملة إلكترونية فيها مجموعة من النسويات العربيات مع نسويات إيرانيات ونتكلم فيها عن العنف بشكل عام وتحديداً اللي اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في إيران وأعتقد أن الحملات الإلكترونية بيكون لها صدق كبير جداً وبيوصل لعدد كبير من الناس وعدد كبير من الدول الدول فأعتقد أني لو اشتغلنا على حملات إلكترونية متخططة وممنهجة بشكل كويس جداً ممكن نقدر نحنا نوصل صوتنا لباقي الدول الأجنبية ترجمة نانسي قنقر